تقديم الشطرين فور صدور إعلان وزارة العمل وتشغيل الضمان الاجتماعي عن الشروع في تلقي الطلابات الاستفادة من منحات أفن بوس بداية من 2 جنوبي بدأ المواطنون يطلحون لعدد من الأسئلة حول موعد دفع الإعانة وقشف من جهته المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمة الاجتماعية طبال ياسين أن الإعانة ستكون هذه المرة على شطرين كما أوضح طبال في التصريح للنهار أن المستفيد يأخذ الشطر الأول من الإعانة عندما يكمل بناء أساس المنزل أما الشطر الثاني فيستفيد منه عندما يكمل الأعمدة وحسب المتحدث ذاته فإن مبلغ الإعانة المالية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مسقف بـ 50 مليون سنتيم ويكون كتكملة لإعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان وكذا المساهمات المالية للمستفيدين لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار السكن مختلف الصياغ في كل ولاية الوطن هذا دعما لنا لإفادتكم بكل المستجدات اشتركوا في القناة